هنرجع مع بعض هنكمل بقية الوحدة الثالثة وهنرجع على نشيط بلادي 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 لكي حبي وفؤادي هنكمل انا اخد اول ثلاث ابياد معنى حبي حبي يعني محبتي وعكسها كرهي فؤادي قلبي وجمع فؤاد افئدة مصر يا ام البلاد يا ام البلاد ما نوع هذا الاسلوب اسلوب تعجب غايتي انت غايتي معنى غايتي هدفي والمراد يعني المطلوب وعلى كل العباد كم لينيلك من ايدي العباد معنىها الناس ايدي مقصود بها ايدينا لأ المقصود بها هي النعم مصر انت اغلى ضرة فوق جبين الدهر غرة يا بلادي عيش حرة واسلامي رغم الاعادي اضرة معنىها اللقلق العظيمة طيب ومعنى اغلى اثمن ومطاد اغلى ارخص معنى الظهر الزمن وجمع ضهر دهور او اظهر يا بلادي عيش حرة يا بلادي ما نوع هذا الاسلوب اسلوب نداء طب عيش حرة يعيش حرة منوع هذا الاسلوب اسلوب امر لانه بدأ بفعل امر لكن لو جي جابلك جملة يا بلادي عيش حرة واقالك ما نوع هذا الاسلوب وسنقول نداء وسنقول امر لماذي؟ عشرين اولوا ياه السلامة اول ياه يبقى نداء اول حاجة هي اه هيha اللي بتحدد لي نوع الاسلوب ماذا؟ يا بلادي عيشوا حرة واسلامي رغم الأعادي الأعادي اللي هم مين؟ الأعداء الأعادي اللي هم الأعداء ومفردها العدو ماذا يقدم الشاعر لبلاده؟ يقدم لها حب وفؤيده من أول مصر أنت أغلى درة بما شبه الشاعر أو بما وصف الشاعر مصر في هذه الأبيات وصفها بأنها أغلى درة وماذا تمنى الشاعر لبلاده؟ تمنى أن تعيش حرة وتسلم رغم الأعداء مصر يا أرض النعيم ست بالمجد القديم معنى ست حكمتي وسيطرتي القديم مضدها الجديد أو الحديث مقصدي دفع الغريم وعلى الله الاعتمد مقصدي يعني هدفي وغايتي دفع يعني صد الغريم وهو مين؟ العدو الغريم العدو ومفردها الصديق الغريم العدو ومفردها الصديق وجمعها الغرماء وجمعها الغرماء وعلى الله اعتمادي اعتمادي يعني توكلي اعتمادي يعني توكلي يريد من أول مصر يا أرض النعيم لحد الإخ وصفها بأنها أرض النعيم وصفها بأنها أرض النعيم طيب ما مقصد الشاعر كما فهمت؟ مقصده هو دفع الغريم وعلى من يعتمد الشاعر في ذلك يعتمد على الله يعتمد على الله ومن ينساش من اسم الشاعر ايه؟ اسم الشاعر يونس القادي اسم الشاعر يونس القادي اشتركوا في القناة